فيما تبقى من أقل من ثلاث دقائق عايز أخذ رأي حضرتك في حرص النادي الأهلي ومجلس دارته على إنشاء شركة تيركو الحقيقة أن كابتل محمد الخطيب كان يشتغل على دراسة مهمة أوي قاعد ستشهر شغال فيها عرضها على المجلس في شهر تسعة وقاعدوا يشتغل عليها لمدة ثلاث شهور ثم بدأ الشهر الماضي اللي حيبعد عادة الدراسة فكرة المضي قدما في الإجراءات التأسيسية برأيك ده يضيف إيه لنادي الأهلي ولمنظومة الرياضي لا مهم جدا أنه النادي الأهلي يبقى عنده توجه لعمل شركات واخبالك أنت كده تبقى منظومة متكاملة أنت مش مجرد نادي بيلعب كرة أو نادي بيلعب كرة طائرة أو سلة لأ أنت منظومة عمل متكاملة مؤسسة نقدر نقول مؤسسة رياضية فأنا بعتقد أن هذا التوجه توجه رائع جدا من مجلس الإدارة ومن الكابتن محمود الخطيب وبيخلي الأهلي برضو في مكانها أعلى يعني النهاردة الأهلي هو الرائد هو القاطرة يعني النهاردة الأهلي لو يتعامل شركات كرة قدم الأهلي جاهز صحيح عنده الرؤية وعنده المشروع وعنده الرؤية والمشروع جاهز لإعلانه فورا من غير تأخير فأنا بحقيهم طبعا جدا وده التوجه العلامي بقى وفصل الإدارة عن الكرة الزبط لا لا ده مهم جدا أن أنت أصل لو ما لو مش هي كمان بقت صناعة مهمة جدا لو مش الآلي لا يعملها يا سيد الشريف مين هيعملها تأكيد معلش يعني النهاردة 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 ندعو كل الأندية تحزو حزو النهاردة تحزو حزو النهاردة اشتركوا في القناة